اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في البداية قبل ما نشوف رأي روسيا هنشوف رأي الامم المتحدة غيوتريش الهجمات الاوكرانية على محطة الطاقة النووية في زابورجي انتحارية غيوتريش ده اللي هو الامين العام للامم المتحدة بيقولك الهجمات الاوكرانية على محطة الطاقة النووية في زابورجي انتحارية طيب احنا زي ما قلنا فيديوهاتنا بتدي طاقة ايجابية وهتجب لكم كل الاخبار كل ما تقعد في الفيديو كل ما تستريح وتعجبك الفيديوهات وتستمتع بيها يعني قال الامين العام للامم المتحدة انطونيو غيوتريش اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي ان الهجمات الاوكرانية على محطة الطاقة النووية في زابورجيه انتحارية ويجب ان تتوقف دمين اللي بيطالب الامين العام للامم المتحدة واضافة الهجمات على محطة الطاقة النووية هي عمل انتحاري يجب ان يتوقف وفي هذا الوقت نفسه نريد ان تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الزررية من الوصول الى المحطة ده تصريح الامين العام للامم المتحدة ونشوف تصريح الخارجية الروسية بس اعلق تعليق ان الولايات المتحدة ادت اوكرانيا صواريخ هيمارس اللي هي بتصل المداهل 300 كم بعيدة المدى وضرب فعلا المحطة النووية لكن يعني اصاب المحطة من بعيد لم يصيب المحطة نفسها اصاب حولها وكده فلو تم اصابة المحطة يعني يبقى خطر كبير ليس على اوكرانيا فقط ولكن على اوروبا ايضا هذا هو السلاح الذي اعطته الولايات المتحدة والناتو الى يعني هذا الرجل الذي يعني مستهتر بارواح ليس فقط اوكرانيا ولكن اوروبا ايضا نسمع الخارجية الروسية اليوم الاثنين تقول ان كييف تأخذ اوروبا باكملها رهينة بقصفها محط الزابورجيه للطاقة النووية وجاء في بيان الخارجية لا يزال الجانب الروسي يدعو المجتمع الدولي منذ فترة طويلة على اسس مختلفة او على مستويات مختلفة الى ادانة الضربات المتواصلة التي يشنها نظام كييف بشدة على محط الزابورجيه للطاقة النووية لقد اختارت كييف ليس فقط شعوب روسيا واكرانيا كهدف في الواقع انهم يأخذون اوروبا باكملها رهائن ويبدو انهم لا يكرهون اشعال النار فيها من اجل اوهامهم النازية على حسب قوله طيب واكد مندوب روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الزرية ميخايل اولانيوف اليوم الاثنين ان روسيا مستعدة لمساعدة قيادة الوكالة الدولية للطاقة الزرية تنظيم زيارة لمحط الزابورجيه للطاقة النووية مع ضرورة مراعاة الاجراءات الاجرامية لنظام كيه طيب اذا هنكمل الخبر ونقلت الخارجية الروسية عن زاقاروف قولها نحذر نظام بلاديمير دينيسكي من الاستفزازات المستمرة ضد اكبر محطة للطاقة النووية في اوروبا وهي الاستفزازات المحفوفة بوقوع حادث نووي يعني اوروبا تحذر من وقوح حادث نووي كبير يمكن ان يؤثر عواقبه الوقيمة ليس فقط على اوكرانيا وندعو المجتمع الدولي الى توخي اليقظة في هذا الامر وادان التصرفات سلطات كيف اذا نظام كيف ارتكب عملا جديدا من الارهاب النووي حيث اطلقت الوحدات الاوكرانية النار على محطة زابرجي انه يزيم ان لكم تم اطلاق النار فلن واعلنت وزارة الدفاع في بيان تخفيض انتاج وحدتين الطاقة الخامسة والسادسة في محطة زابرجي الى 500 ميجاوات لمنع تعطل عمل المحطة محطة الطاقة النووية واكد البيان وجود اضرار في خط كاخو فيسكا للضغط العالي الذي يمد منطق زابرجي وخرسون بالكهرباء نتيجة القصف الاوكران في اوكرانيا في محطتين للطاقة النووية وهي محطة اتشير نوبل ومحطة زابرجي والمحطتين دولا يعني روسيا بتحرسهم خوفا عليهم اذا حدث حادث نووي ممكن يضر المنطقة باكملها وروسيا بتحذر وتوصل صوتها للامم المتحدة لعان لا يصل هذا الصوت ويعني الصواريخ البعيدة المدى قد تدمر اوروبا نفسها ده على حسب كلام بيان روسيا وعلى حسب تحذير الامم المتحدة لاوكرانيا على الارض الدفاعات الروسية اسقاط سبع طائرات مسيرة اوكرانية وتسعتاشر صاروخ في مارس خلال اليوم الماضي يعني اخبارنا دايما حصرية العملية العسكرية الروسية لحمايد دونباس الدفاع الروسي اسقط سبع طائرات مسيرة اوكرانية وتسعتاشر صاروخ في مارس خلال اليوم الماضي وعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاسنين النهاردة الاسنين تمانية 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 اغسطس عام الفين اتنين وعشرين علنت وزارة الدفاع اليوم الاسنين عن عنظمة الدفاع الجوي الروسية اسقطت خلال اليوم الماضي سبع طائرات مسيرة اوكرانية وتسعتاشر صاروخ في مارس وجاء بيان المكتب الصحفي في جمهورية دونتسك الشعبية واشهد البيان الان الدفاعات الجوية الروسية اعتددت تسعتاشر صاروخ يمارس في مناطق خاركوف وزبرجيه وخيرسون اخيالوا ان لو لا اعتراض هذه الصواريخ كانت سقطت على محطة الطاقة النهوية وكانت احدثت يعني مشاكل يحمد عقبها وطبعا مواضيع صعبة جدا وكان البيان ان تشكيلات النازيين الجدد الاوكرانية كراكن ده تشكيل جديد ده ولا ايه فقدت قدرتها القتالية نتيجة لهجمات الجيش الروسي من اجل التعويض بشكل عاجل عن الخسائر يحاول قادة كراكن دون جدوى اكبار مدينة خاركوف على الانضمام اليها كل المدن اللي هي حضرتها روسيا بتعمل استفتاد الوقت على الانضمام لروسيا وتابع البيان في اتجاه خاركوف وانتيجة لتدمير نقاط الانتشار المعقد للمتطرفين القوميين الاوكرانيين من خلال ضربات الدقيقة القوات الجوية الروسية وقوات الصواريخ والخسائر الجماعية وفرار المرتزقة وفقرة التشكيلات كراكن النازية قدرتها القتالية ايه ايه كراكن دي انا اول مرة اسمع الاسم ده يليت اللي يعرف يعني يقول لنا ايه كراكن دي طيب في خبر غريب عجيب يعني بيقولك سفير اوكرانيا يشعر بتعاطف كبير مع اسرائيل وبيقولك انه الهجوم الفلسطيني على اسرائيل يشابه الهجوم الروسي على اوكرانيا يا سلام يا سلام وامير سعودي ينتقد نفاق الغرب عرب السفير الاوكراني لدى اسرائيل يغفيني كورنشوك عن تعطفه الكبير مع الاسرائيليين وما اعتبر امير سعودي بارز نفاقا وفي تغريدة نشرتها السفارة الاوكرانية لدى اسرائيل قال كورنشوك بصفة اوكرانيا تتعرض بلاد بلاده الهجوم وحشي طويل الامد من قبل اقرب جار لها اشعر بتعاطف كبير مع الشعب الاسرائيلي بيشبه الهجوم على اوكرانيا شبه الهجوم الفلسطيني على اسرائيل اما الفلسطينيين دولة محتلة يعني لكن ما فيش واجه شبه يعني انتوا لكم الحكم تردوا عليه القوات الاوكرانية تقصف جسر انتو نوفيسكي في منطقة خلسون فيه جسر مهم جدا في منطقة خلسون تم قصفه لكن لم يتضرر كثيرا وسيتم اصلاحه توقعات بتوقف الحرب الاوكرانية الروسية الاوكرانية والاسباب يشرحها مسؤول في كييف توقع مسؤول اوكراني بان الحرب الروسية على اوكرانيا قد تتوقف لمدة ستة اشهر وذلك لان الكريملين يريد تكوين احتياطيات جديدة وتجديد الوحدات العسكرية في وقت تحقق فيه القوات الاوكرانية تقدما على حسب تعبيره في جنوب غرب البلاد وتوقعات بوقف الحرب الروسية على اوكرانيا في حديثه مع صحيفة تاج شبيجل الالمانية قال المستشار الرئاسي الاوكراني ميخيلكو بودا لاك ان الكريملين يتطلع الى وقف غزو الشامل لاوكرانيا لمدة ستة اشهر مضيف انه سائم الغرب من الحرب فانا روسيا ستضرب مرة اخرى بكامل قوتها طيب يعني الكريملين يحسم الجدل في لقاء بوتين وزينينسكي بيقول لهم ما فيش مفاوضات وما فيش اي جدول للقاء بوتين وزينينسكي لعقد قمة ويعني سلام وحسم الكريملين يدروس اليوم الاسنان للجدل حول لقاء بئيس بلاديمير بوتين بنظير الاوكراني بلاديمير زينينسكي في الوقت الحالي مشيرا انه لا يوجد خلفية للقاء محاليا بعد ابتعاد الوفد الاوكراني عن المفاوضات اناقض خبر من مصر خبر عن تعديلات الخدمة العسكرية الالزامية في مصر اه اقول لكم بالبلد كده اه يعني نص التعديل الجديد على ما يلي هو بخصوص الاعفة يعفى من اداء الخدمة العسكرية كل من يطرح للمجلس الطبي بمناطق التجديد والتعبئة او اللجنة الطبية العليا بادارة التجنيد او المجلس الطبي العسكري بحسب الاحوال عند الكشف الطبي عليه ان طول قامته اقل من مية وستين سنت يعني الاقل من مية وستين سنت يعفى بدلا من مية خمسة وخمسين سنت في النص القديم وايضا اذا كان هناك عوجاج في الساقين يزيد عن عشر سنت متر اه ده التعديل الجديد في الهفاء من الخدمة العسكرية في مصر خبر مفرح من مصر مصر اه المصدر الاول في العالم للعام الثالث على التوالي في البرتقال وايضا الفراولة المجمدة يبقى مصر المصدر الاول في العالم للبرتقال رقم واحد في العالم للبرتقال المصري الجميل وايضا الفراولة المجمدة اه عادينا نقول تحية مصر وتحياتي لكم اشتركوا في القناة واشربوا احلى كوب شاي مع ظريف العديم وأراكم في بديوهات أخرى فعالوا الجرس حتى يصلكم كل جديد تحياتي ترجمة نانسي قنقر